ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عاليا خلال اتصال هاتفي مع معالي مولود شاووش اوغلو وزير خارجية تركيا جهود بلاده للتوصل الى الاتفاق الذي وقعته مؤخرا في مدينة اسطنبول جمهورية اوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الامم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الاسود الى الاسواق العالمية ووصف سمو هذا الاتفاق بالخطوة المهمة التي تجسد اهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو ايجاد حلول فاعلة لمنع حدوث ازمة غذاء عالمية واكد سموه ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدالنهيان رئيس الدولة حفظه الله ستظل على الدوام داعم للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وتؤمن باهمية بذل اقصى الجهود لتسوية النزاعات عبر تغليب الدبلوماسية ومن خلال الحوار كما اكد سموه دعم دولة الامارات لكافة الجهود والمبادرات الرامية الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب الى التنمية والازدهار وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان ومعالي مولود شووش اوغلو خلال الاتصال الهاتفي مسارات التعاون الثنائي بين دولة الامارات وجمهورية تركيا وسبل تعزيزه ودعمه على الصعود كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة اشتركوا في القناة